اشتركوا في القناة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم أسماء آيات التحية والتقدير وأسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يوفقكم ويسدد على طريق الخير والنماء خطاكم لتحقيق المزيد من الرفعة والنماء لوطننا الغالي وشعبكم الوفي المحب لجلالتكم ونود أن نعبر لجلالتكم حفظكم الله عن أسماء معاني الشكر وعظيم التقدير والاعتزاز على ما تفضلتم به خلال ترأسكم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع من كلمة سامية جاءت زاخرة بالمعاني والمضامين الوطنية الشاملة التي تؤكد حكمة جلالتكم ورؤاكم الصائبة في قيادة جهود مملكة البحرين في ظل ما يشهده العالم من ظروف والتخديات نتيجة جائحة فيروس كورونا مشيدين بما عبرتم عنه جلالتكم حفظكم الله من كلمات الشكر والتقدير على مبادراتنا لتكريم أبنائنا وبناتنا الأطباء والاحتفاء بجهودهم وتضحياتهم وبقرار مجلس الوزراء بتخصيص يوم الطبيب البحريني تجسيدا لدعم جلالتكم اللامحدود لجهود أبناء البحرين المخلصين في جميع القطاعات من أجل الحفاظ على سلامة وطننا وأبناء شعبه حتى أضحت مملكة البحرين بفضل توجيهاتكم السديدة وخطواتكم الرائدة نموذجا عالميا متميزا في مواجهة هذه الجائحة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وكلنا ثقة بعون الله وتوفيقه في قدرة مملكة البحرين تحت قيادة جلالتكم المستنيرة حفظكم الله ورعاكم وبمساندة وتكاتف أبناء شعبكم الوفي في تجاوز تخديات هذه المرحلة فهم كما عهدهم جلالتكم السند والعضد وأهل العزم والإرادة والتصميم في مختلف الظروف والتخديات وإننا يا صاحب الجلالة نعاهدكم على مواصلة جهود الحكومة ومساعيها لتحقيق تطلعات ورؤى جلالتكم السديدة في المزيد من الخير والنماء لوطننا الغالي وأبناء شعبكم العزيز ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالتكم وأن يوفقنا لمواصلة البذل والعطاء في خدمتكم وتحقيق مساعيكم الرائدة والمتقدمة ومواصلة طريق النماء والتطور وتعزيز جوانب النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين تحت قيادة جلالتكم الحكيمة ودمتم جلالتكم في رعاية المولى سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليثة بن سلمان آل خليثة رئيس الوزراء